طيب لأنه تاريخ واحد من من كتبوا أبرز السطور الزهبية في تاريخ النادي الآلي من حلت ذكراه أمس الأول الراحل الكبير الكابتن صالح سليم 21 عاما على رحيل المايسترو استمتعنا الحياة بفيلم وسائقي رائع لقناة الأهل عرضته قبل يومين للمايسترو عن تاريخ حياته بالكامل من بداية شارعه كاشا حتى توفاه الله في لندن الحياة كان فيلم وسائقي مهم جدا وأنا بحيي القناة على هذه الوسائقيات المهمة لأنها دي اللي في الآخر اللي هتحفظ تاريخ النادي الآلي وتحفظ تراث هذا النادي العريق لكل الأجيال اللي جاية هو ده اللي أنا بقوله بقى أستاذ إبراهيم مش محتاج تتكلم على حد غير الأهل وعندك من التراث ومن الإنجازات ومن الرموز ومن الأحداث المشرفة اللي خليك تقعد تتكلم بلا انقطاع عن النادي الأهلي النهاردة احنا بنتكلم على مين كابتن صالح تعمل عليه فيلم وسائقي لم يستطيع أن يفي هذا الرجل عشر في المية من ما يستحقه ومما يعني تشكله شخصيته من الثراء لأنه لم يكن لعبا أسطوريا فقط لكن كان مفكرا كان فنانا كان رسانا كان متزوقا للفنون للموسيقى لكل فنون دا كان بيته كان طبق فنان كابتن صالح يقف في المطبخ آه بيقف في المطبخ ويوم عمل مطبخ عمله بالألوان التي عشقها عشان هو بيقف في المطبخ بيقف في المطبخ وهو مش أكول لكن كان يحب يطبخ لضيوفه يأكله من إيديه ويعمل عزيم بالعشرين وثلاثين شخص الرجل دا شخصيته كثرية جدا وموقفه كانت غنية بالقيم والدروس تتعلم منه بس أنك تتفرج عليه ما كانش بيدي محاضرات إنما يعمل يتصرف صح يعمل ويحاسبك هو مش بيحاسبك على ما بيعملهوش هو لما ييجي يقول لك أنت زي تعمل كده توم تقعطه فاكر اللي دا بيعمل بيطبع على نفسه قبل ما بيطبع عليك فاللي عايز ينجح ما كابتن الصالح كان لازم يتعلم يعني اللي هو كيف تكون مشرفا للنادي الأهلي كيف تحب النادي الأهلي بلا منافس يعني ما تحطش النادي الأهلي معاه في أي منافسة في أي حاجة تاني وجرده جرده قبل مصالحك جرده قبل أي حاجة في اهتماماتك ولذلك هي كلمة اللي جات لنا وألهمتنا كلنا الأهلي فوق الجميع لأن مارسناها كلنا على بعض وضع مصلحة الأهلي في أي اعتبار ونت عارف الظرف صحيح يعني الحقيقة هي دي دروس النادي الأهلي وهو ده كابتن صالح يا جماعة على فكرة أنا لقيت هدف نادر ما حد شافه يعني كابتن صالح لما راح احترف في جردس النمساوي ما حدش اتفرج عليه وما حد شافه لكن التنقيب الحياة على مسيرة هذا اللعب الفز خلانا نكتشف هدف من الأهداف الجميلة اللي سجلها في جردس النمساوي وليه كان النمساويين حتى اليوم اللي عصروه مع هذا الفريد النمساوي ما زالوا يذكروه شايفين الهدف بص قطع ولو الصوت كان حتى المعلق بيقولك سليم سليم طبعا التصوير سعر يعني شوف الحيال يعني طبعا قمتوا كلعيب ما حادش بتناقش فيها قمتوا كصانع لعاب من طرز علامي ما حادش بتناقش فيها قيمة شخصيته وتأثيرها هي دي كل الناس اللي لازم تعرف كيف يتجاوز صالح سليم كونه لعبا إلى قياديا ما كانش كابتن الفريق عندما مارس هذه القيادة بالقناعة وتعلق به قلوب كل اللعبة في كل الأندية لما كان يروح منتخب مصر يعني كان له خلاف مع اللوة دي قبل دورة روما واستبعده لأنه كان عايز يعني بشيء من الشموخ في حاجة كده حصل يعني وتعين كابتن آخر مش هقول مين بعد أقل من شهر الدنيا الدربكت واللعيبة هي اللي تكلمت لا مش هينفع ده لازم ترجع الكابتن صالح احنا لا نتحدث عن قيمته كلاعب احنا نتحدث عن قيمته كموجود معنا القصة دي اسمعتها بقى من كابتن صالح رجع كابتن صالح قبل دورة روما بأسبوع العشرة تيها بس هو حاسس ان الجهاز الاداري مش رجع يعني هو رجع على مضب كان المشير عمر لجأوله وهو قال يرجع الرجل ده حفاظا على تماسك الفريق فجاه أول ماتش لينا كان المدير يدار يوسف الشريعي صح كان يوسف الشريعي ها يوسف الشريعي ده كان أهلاوي ها طبعا أول ماتش يغوز لافي ها غوز لافي ها هنلعب أول ماتش يغوز لافي فالتشكيل اتقال مفقوش الكابتن صالح سليم كابتن صالح سليم قام رقح ليوسف الشريعي قال له كابتن أنا هخش قطي بعد إذنك اقفل علي بالمفتاح وخلي المفتاح في جيبك وخلي المفتاح في جيبك فبصيله باستغرب كده قال له بعد الماتش هقولك السبب خسرنا ستة واحد فقق يوسف الشريعي جاه فتح له ايه صالح يا قال له ما هانا لو لو أنا بقى من بالليل كده ما قفلتش علي وكان حيطلع يقولك أصلي صالح سهر أصلي صالح خرج أصلي صالح ساب الفرقة وطلع مش عارب فين المفتاح معاكم انت عارف ان انا ما خرجتش من القوضة الحقيقة كان دايما تفكيره ما خدهش بقام صالح بغضة بس هو حما نفسه يعني اقبالك كابتن صالح وده الشخصية بقى كابتن صالح لما تحكي عنه قصص كابتن صالح طبعا طبعا كان حاسس انه يقدر يساعد يعني انما ايه اللي حصل اللي جاب الجنب بتاعنا كان الكابتن عبدو سليم بتاع القناة اللي اللي دي التشنيع اللي اللي طلعت على يلسف الشريعي لما دخل قاله في الهوفتايم هاي يا رفاعي بس ما انتش جادر تتحرك والرحم غير فالمهم كان ماتش تقيل رزل يعني مش انا عايز اقولك ان الكابتن صالح دائما كان في كل تصرف يعمله تقدر تتعلم منه حاجة ممكن اقولك سؤال واحد صريح سر رعب قرية صالح سليم ايه شخصيته شخصيته صدقه مع نفسه الراجل الصدق الصدق مع النفس اللي خليه لا يمكن يجذب ولا يقبل الكدب انت عارف لما تبقى انت ما بتكذبش لانك صادق مع نفسك ما بداية الكدب انك تضحك على نفسك زي ما يحصل كده انك تقولك الحزة والبختل بتاع دول ده درجات الكدب عب نفسه ما تشوفش المشكلة عشان تعالجها ما كانش يتكلم في الكلام الهايف ده ابدا تعالوا نشوف احنا في ايه اللي عندنا عشان نصلحه ايه فلما يجي يكلم معاك انت هل انت تجرؤ وتكذب عليه هل انت تجرؤ وانت بتشتغل معاه عشان تستمر وانك بتكتسب سيخ الكابتن صالح دي عملية مش سهلة مش سهلة اه لكن العاج انت تفضل هل ممكن في يوم الايام تجرب على نفسك او عليه كان يقول لي ثلاث حاجات في الانسان انا مقبلهمش انا اقبل الاخطاء في العمل بس ايه يقولي هما ثلاث اخطاء اول وره اه معلش تاني مرة هقولك بقى ايه خلي بالك لانك لو كررت يبقى انت ما استفدتش يبقى ما تنفعش في مكانك التالتة الدرج بقى التالتة لا التالتة ما تنفعش ايه الدرج بقى حكاية الدرج دي قال لي بس هما في اخطاء ما فيهاش لا اول ولا تاني ولا تالت ايه كان قال لي الكذب المنافق الخائن من اول غلطة بافتح الدرج ارميه واقفل بالمفتاح وارمي المفتاح في النيل مالوش راجع عندي عشان كده فيه اربعة خمسة دخلوا الدرج مخرجوش طبعا في اتنين كانوا من اخرب الناس ايه من اخرب الناس ايه وصدمته كانت جمدة فيهم وكان قادرا على انه يجاهد نفسه على انه ياخد موقف مش سهله ايه انك ترمي واحد لانك شفته بطريقة صدمتك ايه وطول عمرك شايفه بتحبه اقرب واحد ليك وا 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 فكابتن صالح يعلمك حاجات يعلمك حب النادي الاهل الصح اللي هو مفوش بهللة مفوش تبرير مفوش مفوش تفاخر مفوش نوع من يعني لو صالح عايش اليام دي في جو التحفيل على المنافس مهما كان المنافس بيعمل معك ايه كان حيداء جدا كذلك مفوش مانكم